لما تحدثوا على رجال أعمال ودخولهم في قطاع العلام أريد فقط أن أذكر نصف خبر لأنه حول رجل أعمال قام باستصدار أو الحصول على ترخيص الإصدار يومية وطنية من وزارة الاتصال رغم أنه قرار أو منح الترخيص متوقف منذ 2013 ولكن رجل أعمال هذا قام بالحصول على ترخيص لإصدار يومية وطنية وما عندهش علاقة بالإعنام وتحصل عليها المشاهدين الكرام وهذه مفاجأة في 21 فيفري 2019 يعني يمواحد قبل الحراك عنوان ويجب أن أقولها الآن عنوان اليومية هو الحياة اليوم وكان تقريباً يعني الحياة مستهدفة لأنه نحن مؤسسة صغيرة معناش رجال أعمال مرانا معناش أحزاب معناش سلطة معناش معارضة نعمل مثل جهد عضلي يعني البروليتاريا حقيقية أنا وزملائي ورفقائي ورفقائي في المؤسسة ولكن تم الحصول على هذا والجديد في الأمر أنه بعض المسؤولين في وزارة الاتصال تم استدعائهم للتحقيق وتم التحقيق معكم أنا أعيد المشاهدين الكرام أنني نقدم بعض التفاصيل وبعض المعلومات لما نرسمها ونضبطها فقط نقول أن هذه القضية وقعت في عهد السيد جمال الكعوان جمال الكعوان الوزير السابق الاتصال الذي كان هو يعمل أيضاً في وقت الجزائر لليوم تتوقف كمدير وسنأتي إلى ذكر بعض التفاصيل الخاصة بهذه القضية هو انتقل من جريدة المجاهد لأنه طول حيث كان في جريدة المجاهد الحكومية ثم انتقل إلى جريدة لتوندرشيري ترجمة نانسي قنقر